يعني احنا كل عملنا بالفترة الحالية ويشاركنا الكثير من التوجهات الوطنية ناشطين المستقلين الأكاديمين كيف نقنع أكبر عدد ممكن بالمشاركة وهذه مهمة وطنية بصراحة كل ما تكون نسبة المشاركة واسعة كل ما تكون هناك شرعية اجتماعية أكثر للعملية الانتخابية المؤشرات تقول عكس هذا تقول أنه نسبة المقاطعة قد تكون أكبر من 2018 هذا مؤلم بالحق أكو كلام من هذا النوع لكن أمامنا 30 يوم العمل مستمر نفس الاستطلاعات عندي أنا هم استطلاعات تقول قاعد ترتفع نسبة المشاركة بين المواطنين بعد عودة التيار الصدري تدي أعطى زغن واسع لكل القوى السياسية وبدأ الحديث الآن بقوة عن المشاركة والجدول المشاركة ما عندنا بديل غير المشاركة في هذا الانتخاب العملية السياسية إذا لم يتم إصلاح من الداخل فإننا سنذهب إلى الفوضى وإنهيار الدولة أنا اتفقوا إياك بس أنا شلون أقنع الجمهور المقاطع أن هذه الانتخابات تختلف عن سابقاتها أنه إحنا وفرنا بيئة مختلفة يا جماعة يا جمهور الناخبيين من راح تشتركون ما راح تشوفون نفس العملية المحاصصاتية ونفس الزعمات شلون أقنعهم أكو اختلاف مهم لا أولا أحنا كانت مطالب المحتجين المتظاهرين بإنهاء سانت ليغو والقوائم وانتهت ونفذنا إحنا كالبرلمان قالوا أريد دوائر متعددة وحالي صارت دوائر متعددة لا يوجد لا قوائم ولا زعيم ويختار اليوم آليات أو الإجراءات التنفيذية في عمل المفوضية ما يتعلق بالانتخاب بالطريقة بالمراقبة بوجود بعثة بشهادة الأمم المتحدة تعادل خمسة أضعار المراقبين في 2018 هذه كلها مؤشرات واضحة أنه هناك معالجة لكثير من الأخطاء التي رافقت العملية الانتخابية وبالنتيجة إحنا ما قعدنا انتخابات نازيها مية بالمية الولايات المتحدة الأمريكية ما صارت بها انتخابات ومطعون فيها بالنتيجة هاي الانتخابات تختلف لأن الظروف مختلفة ما أقدر أقارنها بـ 18 و 14 و 10 يعني هاي مشكلتي مشكلتي إن بعض يقول نفس الكلام يقول يا با هي ماكو بيئة مثالية لا إحنا هالمرة لازم أكو بيئة مثالية لأنه إذا أعيد انتاج نفس الأخطاء وعدنا انتاج نفس الكتل المحاصصاتية راح يوقع أستقف علينا أنت تحكي عن فوضة وانهيار دولة لا لا أنت مرة تتوقع أن له هذه القوة السياسية المشاركة راح تحصل أصوات وتحصل مقاعد وأنت محترق من هسه وهذا خلاف الديمقراطية والنهج الديمقراطية ليه ننزل أخي ننزل الميدان أنا أنزل وما عندي مال سياسي ما عندي بلان ما عندي ميليشيات هذا الشيء إشلون أنزل أسألك بالله أكو مرشح مستقل وإياه مرشح تابع الفصيل لو ميليشيا يقدر يشتغلوا براحة لا خلص أنه إحنا أسألك بسيط وقعد انكابت في هذا كان ليش قلت لك إحنا ظروف مملامة كنا نتوقع من الحكومة أداء أفضل في مسألة ضبط الأموال وعدم استثمار موارد الدولة في الوزارات اللي يسيطر عليها أغلب الكتلة السياسية هذا أولا ردنا أنه يصير تنفيذ يوميا نسمع لجنة الأمن الانتخابي وما ذي يهو تعالوا حاسبوا هاي الأهزاب اللي قاعد تبدخل هذه المليارات يقولوا لهم منين جبتوها شنو مصادرها مصارت وهذه تتحملها هذه الحكومة بصراحة لأنه جوهر عمل هذه الحكومة هو تهيئة البيئة الملائمة